موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنقدمه لكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني اه شوية مقدمات معتادة منهم مقدماية مش معتادة خلينا ابتدي بالمقدماية المش معتادة وهي ان النهاردة هنتكلم عن مسلسل ليالينة تمانين من الحلقة واحد للحلقة تمانية الحلقة دي يمكن اول حلقة بنطلعها نسبيا متأخر في اليوم فاحتمال كبير عدد كبير من حضراتكم يشوفها بعد ما يكون شاف الحلقة التسعة من مسلسل ليالينة لو متابع المسلسل فاولا احنا بنتكلم بحرية حرق في الاحداث لو حد ما شافش لغاية الحلقة التامنة افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف اللي فاته ولو حد شاف الحلقة التسعة عداني يعني يحط في حسبانه ان الحلقة دي مش واضعة او مش حطة في الاعتبار احداث الحلقة التسعة من مسلسل ليالينة تمانين المناقشة بتاعتنا بشكل خطاب حر كده من غير سكريبتو بنتقبل كل يوم في البث بتاعنا على نيمو بالليل الساحداشر تقريبا لو حد حابب ينضم لنا يتناقش معي في المراجعة مرحب بيه تماما اهلا وسهلا بيه واخيرا اشتركوا في القناة ما تنسوش لان مع النص التاني من رمضان ان شاء الله حلواني النص التاني حيقدم عدد من المفاجآت وعدد من الهدايا عشان يكون عند حضراتكم فورسانينة وتفوزوا بيها مسلسل ليالينة زي ما قلنا كده حنتكلم لغاية الحلقة التمنى من بطولة اياد نصار صابرين غاد عادل وخالد الصاوي سيناريو او تأليف احمد عبد الفتاح واخراج احمد صالح المسلسل بتاعنا مسلسل اجتماعي بيدور في بداية التمانينات والاحداث بتاعتنا بتنطلق بعد حادثات اغتيال السادات وبتركز على اسرتين بمنافعهم يعني عندنا عائلتين بالتراتيش اللي حواليهم فيهم عائلة تعتبر اقتصاديا من الطبقة المتوسطة الابطال بتوعها بالنسبة لنا احنا هم اياد نصار في دور هشام وغاد عادل مراته في دور مريم بيعانوا من فطور في علاقتهم بعد عودة الزوج من الخليج واخوه هو خالد الصوي بيعاني من تهيئات ومن بعض الهزيان الخاصة بمراته المتوفية العائلة الاخرى هي العائلة اللي تتزعمها صبرين والمكونة من مش عارف خمسة واربعين بنت تقريبا ده عدد كبير من البنات مش عارف اربعة او خمسة مش تلاتة يا تلاتة اربعة يا خمسة ودي من مشاكل المسلسل يعني اللي حنتكلم عنها وولد اللي هو رادي بالاضافة لبعض جرانهم وقريبهم في الحارة وكلام زي ده والعائلتين دول بيصطدموا ببعض من خلال حادثة لان رادي ده بيشتغل سواق تاكسي وفي يوم من الايام كان بيقل بنت هشام ومريم وبيعملوا حادثة واللي اتنين بيروحوا المستشفى رادي بتنتج الحادثة ليه بانه بيتم بتر رجله والبنت بتفقد بصرها حاجة في منتهى السعادة فالمهم بعد حادثة التصادم بين العائلتين دول وتداخلهم مع بعض يا ترى ايه اللي حيحصل الحقيقة ولا حاجة حتحصل بس ده موضوع يزين نتكلم فيه كمان شوية صغيرة خلنا نبتدي بس بتصنيف المسلسل المسلسل اجتماعي بيدور في حقبة زمنية قديمة شوية فانا عارف ان لفظ تاريخي ده زايما بيجيب مع الناس انطبعا ان لازم الناس تبقى لابسة عمة او حاجات بالطريقة دي لأ احنا لو رجعنا في التاريخ لورا شوية واحنا بنتكلم في عمل خيالي عمل عن احداث غير حقيقية فينفع نقول عليه مسلسل مجازا يعني تاريخي فما ليش ما بتعديش شوية خلنا نقول مسلسل اجتماعي بيدور في حقبة التمانينات وبيرصد المفروض تغيرات المجتمع والحاجات الكتير اللي عامل الكلام ده ورا وان تركيزه تركيز اجتماعي خالص حتى الان فكرة مؤثرات الحقبة الزمنية على الاحداث اللي بتدور معنا زي مناتج عن حوار دار ما بين يمبرح وما بين احد الاصدقاء على تويتر مش باينة قوي ولكنها في تأدير الشخصي غير مطيرة للانتقاد وده لان في حاجة تانية مطيرة للانتقاد اكتر الاجواء بتاعتنا ما ينفعش نروح فيها الاجواء رومانسية لان ما فيش رومانسية قوي سياسية لان ما فيش سياسية قوي الموضوع كله تعقيب اجتماعي او احداث اجتماعية بدأت بشكل كويس وان كان حزين جدا 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 اول كم مسلسل الاول كم حلقة من ليالينا يقطعوش رايين يعني كمية حزن وكمية صدمات يعني كل المسلسلات الاخرى تقريبا حدث فيها مش كلها ولا حاجة بس عادة كبير المسلسلات الاخرى من بكلامش على الخامس اللي بشوفهم بس حوادث وفاة اطلاقة احداث حوادث مأساوية اطلاقة احداث ولكن ما فيش حاجة بمأساة عائلتين ظهورهم اللي هم شبابهم اللي بيعتمدوا عليهم واحد يفقد رجل والتانية تفقد بصرها اللي هو انظام حاجة في منتهى القصوى اللي في الدنيا بالسواد اللي حاولين الموضوع بشقة بتولع براجل الجنن او راجل سوريا جالوا حالة من حالات التهيقات والامور اللي بتحصل دي كلها مأسي ما بعدها مأسي في اول كم حلقة ولكن في تأديري كانت بتاعت بحاجات كتير كويسة وخصوصا فكرة التصادم ما بين العلتين عشان كده لما كان حد بيسألني عن المسلسل كنت بقول دايما ان حدسة العربية دي حاجة مهمة قوي حاجة كده نبتدي نفكر فيها زي ما بنفكر في فيلم كراش زي فيلم بابل الحادثة الصغيرة اللي بتطلق وراها موجات وموجات من الاحداث والتوابع اللي بتجذبنا دراميا وتاخدنا في طرق رومانسية وتاخدنا في طرق اجتماعية وتاخدنا في طرق كوميدية وتاخدنا في تعقيب مع الحقبة اللي احنا موجودين فيها وكلام زي ده ولكن اللي حصل بعد كده الاحداث ابتدت تتباطق 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 لحد ما وقفت احنا في الحلقة التامنة انا سمعت كتير قبل كده عن مسلسلات بطيئة مسلسلات وقفة دي انا ما سمعتش عنها قبل كده بصراحة المسلسل اللي يلينا يا جماعة مجازا يعني وقف وقف خلاص يعني احنا دلوقتي في حالة ممكن نطفي النور على الشخصيات ديت ونقوم نمشي وما فيش حاجة خلاص البنت في البيت ابتدت تتعايش مع الاصابة بتاعتها الولد في البيت عنده حالة اكتئاب بس ان شاء الله بإذن الله حيبقى حلو يعني حيروح جماعته وحيشتغل الزوج والزوجة عندهم حالة من حالات الشد ما بينهم عادي يعني ما كل المتزوجين في مصر عايشين على الاساس ده الراجل المصدوم يعني اللي عنده حالة من حالات الهزيان ده وغير مدرك للواقع على حواليه في احيان كتير ممكن برضو نسيبه على حال وكده ناشي يا جماعة ربنا يكرمكم الف شكر لكم ان شاء الله بإذن الله نقوم نمشي ازاي سبنا نقطة التفجر بتاعت الاحداث وتخطناها ورجعنا لانفصال العلتين مع بعض رغم ان فيه خط تدخل من بعيد لبعيد كده اللي هو بتاع مرتدة صاحب شركة البومبوني ده اللي بتارت تشتغل في شركته بدرية اللي هو دلوقتي يبقى منجدب ليها عاطفيا او جنسيا بالاضافة لصابرين اللي رايحة تاكل عيش عندهم وكلام زي ده مش عارف يعني انا ما بقولش ان المسلسل قرر ان هو يتخطى نقطة ممكنة جدا او صالحة جدا لانطلاق حبكة زريفة قوي وممكن يطلع منها حاجات كتير وحيسيب الامور على ذلك لا هو لازم هيعمل حاجة اعتقد ما هو ما ينفعش بلازم هيعمل حاجة حاجة من الاتنين يا اما هيلاقي نقطة انطلاق تانية يا اما هيستعيد المقطة الاعتلاها الطراب دي ويبتدي يعيد بعثها من جديد ويلاقي نقاط تدخل مرة اخرى ما بين العيلتين وبعدين الاحداث تنطلق شوقتين وتبقى مطيرة للهتمام ولكن وصولا للحلقة تمانية وخصوصا من خلال الحلقة ستة وسبعة وتمانية احنا فعلا بنطفي النار بنطفي النار بنطفي النار لغاية لما النار سكتت وبقى في ريحة غاز دلوقتي في المسلسل مسلسل اليالينا يا جماعة ريحته ريحة غاز يعني ما عنديش تشبيه ومعرفش اشرحها ازاي بس هي الدنيا بقى شكلها كده اللي هو نظام انا فتحت الباب على بيت لقيت ناس قاعدة خلاص يا جماعة على رأيي الاستاذة دلال عبدالعزيز يلا معلش ربنا معاكم وخلصنا على كده يعني انا اتسألت مبارح في البث بتاعي بمنطهى الوضوح لو في مسلسل من الخمس مسلسلات انا شايف ان انا المفروض اتوقف او لو عندي اختيار اني اتوقف عن مشاهدتها هيكون اني مسلسل الحقيقة هيكون مسلسل اليالينا ومش قصدي اقول ان هو مسلسل ما عندوش فرص او انه ارتكب اخطاء كارثية ولكن هو فعلا المسلسل اللي فيه العيب الكبير اقوي بتاعه انه ما فيش حاجة بتحصل فيه اتمنى ان ده يتم تداركه في اللي جاي خصوصا انه ان المسلسل بيتمتع بقدر كبير من نقاط القوة اكبر من نقطة قوة انا اتكلمت عليها هي ان تشكيل العائلتين ونقطة الالتقاء بتاعتهم اللي تمت في اول حلقتين كانت جيدة جدا وبعدين مقابلتهم في المستشفى وتعرفهم ببعض وبداية مشاعر عداوة تنتقل بعد كده المشاعر تعاطف وبعد كده نمشي في الدنيا ده كان يوعد بحاجات كتير ولو تم استدعاءه مرة اخرى من خلال الاحباث ممكن برضو ينتج عنه حاجات كتير النقطة التانية الجذابة جدا الاداء التمثيلي السنة دي على فكرة في رمضان فيه اداءة تمثيلية كتير ملفتة ما فيش حاجة تصل لدرجة العظمة او درجة التميز الخطير او الحاجة اللي ما شفناش زيها قبل كده الحقيقة لا مفيش بس المتوسط العام مرتفع ما فيش حالات برزة ولكن المتوسط العام مرتفع ولكن خلد الصويف حاجة تانية في حتة تانية خلد الصويف مكانة اخرى من خلال الشخصية اللي هو بيعملها اللي فيها عيوب وهي ان احنا خلاص قضينا معها وقت كبير قوي في المعاناة تاعة الاخطاء اللي هي عملة تعملها بسبب السراحان اللي هو فيه والكلام ده كله آآ كل شوية يعمل مشكلية وبعدين ينجدوا كل شوية من مشكلية وبعدين يلحقوا كل شوية من مشكلية وبعدين يوقف يعتذر عنها وبعدين يوقف يتأسف على حاله لو ده حصل اربع او خمس مرات في ظرف تامن حلقات فده في تأدير الشخصي كتير شوية ولكن اداء اداءه التمثيلي صحبته على الشاشة بعيدا عن ابعاد شخصيته شيء عظيم ولو انه في البداية كان عنده مشكلة في صوته انا اعتقد ان خلد الصويف وزنه زاد شوية مع رشد ده اذا كان معمول للدور مخصوص ولا هو عموما وزنه زاد ده اثر شوية على وضوح الفاظه ولكن يمكن ده برضو في البداية في الفترة اللي كان عنده فيها مشاكل او بيعاني فيها من الاثار العقلية اللي بتشكله مشكلة يمكن في الكم حلقة الاخيرتين لا الكم حلقة الاخيرة لا الدنيا بقت واضحة وخلاص انا بقيت سامعة كويس انا كنت خايف بس نخش في اخناق تانية بسبب الموضوع ده اياد نصار شخصيته لها بعض اللزمات لو ينفع نقول الحركية واللفظية المثيرة جدا للاهتمام واللي هو بيعمل بيا حاجات كويسة طريقته في النرفزة مثيرة جدا للاهتمام الراجل ده بيفقد اعصابه في ثانية وبيتنرفز بشكل عجيب انا ما شفتهش قبل كده يعني اعتقد ان هو رسمها بشكل حلو نفس الموضوع ان هو حركيا كلمزي زي ما بيقول بيخبط راسه في باب بيخبط راسه في معرفش مين بيتشنكل في معرفش ايه بيتوتر وهو بيدور على حاجته حلو هو لو هو اللي ابتكر الحاجات دي يبقى ممتاز لو المخرج هو اللي اقترح الحاجات دي هو تبقى انها بشكل كويس يبقى اللي اتنين ممتازين صابرين ما قدرش اقول ان انا حاسس بجاذبية خاصة تجاه شخصيتها او حاسس باعجاب خاص تجاه شخصيتها هي ابتدت تجسد او 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 تتقمص شخصية فردوس عبد الحميد في المسلسلات زمان قبل كده اللي هي الام السنجل في العائلة الفقيرة اللي بتوعاني امام كل ضربات الحياة والكلام ده كله بل واستعارنا كتير من الالفاظ اللي كنا بنوصف بها فردوس عبد الحميد في المسلسلات القديمة لما كانت بتعمل نفس الادوار انت وتد العائلة انت عمود البيت انت الخرصانة المصبوبة الحاجات دي وتقالت لفظيا حتى من قبل ما نتعرفها الشخصية يعني زمان في المسلسلات بتاعت فردوس عبد الحميد لما كان بتطلع الام في العائلة الفقيرة اللي بتحفظ على سباة العائلة والكلام ده كله كنا بنبتدي نديها الالفاظ دي بعد ما نخش في الحلقة العشرة والخمستاشر اللي هي نظام هي دللت على ده عمليا في ليالينا لأ بصوا يا جماعة دي سابرين دي الوتد وبعدين تعالوا بقى نتعرف عليها ونشوف هي بتعمل ايه والكلام ده كله غادة عادل للأسف محصورة في اكتر شخصية مزعجة في رمضان كله الشخصية النقمة هي هي الزوجة التمانيناتي بصراحة يعني بقى خلونا نكون وقعيين في الحتة دي هي الشخصية مش منفصل عن الواقع ولكنها تظل مزعجة جدا 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 إلى أبعد درجة يمكن بتنافس عبير من مسلسل البرينس ولو إن عبير شخصية شريرة فده مفهوم لكن مريم لا مزعجة قوي مزعجة قوي يمكن عملت حسنة واحدة بس في حياتها لما كانت لما بيقولها حاجيب أخوها يعيش معنا في البيت وقالت له تمام والله أنا اتفاجئت يعني هو هشام اللي هو إياد نصار اتفاجئ في اللحظة دي وأنا كمان اتفاجئت معاه اللي هو نظام أنا كنت بتادي تمسك قوتنا وحطناه في ودني علشان انت هتبتدي تزعقي دلوقتي وتسرخي وبعدين إياد نصار هيبتدي تنرفز منك ويعمل الحاجات اللي هو بيعملها دي وبتاها مش عارف مسلسل اللي إلينا فيه شوية مشاكل ولكن زي ما بيقول على مستوى التكسيد فيه تكسيدين مهمين جدا وتكسيدين آخرين بيعانوا من بعض النمطيات ولكن الممثلات اللي أيمين بالأدوار نفسهم ما عندهمش مشاكل أكتر الحاجات البارزة بالنسبالي أنا في مسلسل ليالين على المستوى التقني هي البرودكشن ديزاين زي ما بقول الشغل اللي معمول على مستوى الديكور على مستوى الملابس على مستوى تسرحة الشعر ولوين اللقطات الفلاش باكس اللي بتتجاب فيها بعض الاختيارات في تسرحات الشعر تهلك من الدحك منها البروكة بتاعت خلد الصاوي عجيبة عجيبة يعني الملابس التصميم الدخلي والتصميم الخارجي اختيار قطع الأثاث وبالتحديد في البيوت ودي أكتر حاجة عجباني جدا شقة مرتضة يا جماعة شقة مرتضة شقة تمانيناتي اللي عملها برافو 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 فعلا أنا بقول أفضل برودكشن ديزاين السنة دي ولوين السنة دي فيه مسلسلات كتير بتتنافس على النقطة دي نقطة اختيار الديكور اختيار الألوان بعيدا عن التلوين أنا بتكلم على اختيار الحاجات اللي بتتم نفسها هيلة حقيقة ممتازة جدا ولوين منتهى الأمانة دي مش من العناصر اللي حتخليك عاوز تتفرج على المسلسل كل يوم ما حدش بيتابع المسلسل وبيرجع له كل يوم عشان يتفرج على البرودكشن ديزاين احنا عوزين نتفرج على أحداث البرودكشن ديزاين قدرناه من بعض الحاجات وقلنا برافو وخلصنا بقى خلاص يمكن صحبة خالد الصوي وصحبة اياد نصار هي اللي خلينا متمسكين بالموضوع لغاية دلوقتي وبنفضل نرجع له بس المسلسل اللي محتاج محتاج يستعيد الطاقة محتاج يشرب خمس ست كنات ردبول مش عارف يعني عندنا حاجة كويسة قوي تزرعت في الاحداث لازم يتم حصدها انها تتساب تموت ده في رأيي مأساة على دراما واعدة ممكن تبقى احسن من كده بكتير قوي دين طبعاتي وده رأيي اتمنى تشاركوا معين طبعاتكم ورأيكم واتمنى وانتو بتشوفوا الحلقة دي تكونوا شفتوا الحلقة التسعة وتكون الحلقة التسعة حسنت الدنيا اكتر بكتير مما انا اتحدث وبناء على الفيديو بتاعي يفضل يبقى وحش ويبقى مش دقيق بس ان شاء الله برضو هتعملوله لايك وحتعملوله شارع عشان انتو بتحبوني ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشارعوا جرس التنبيهات اشتركي لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وباي باي موسيقى